اخوات وحبايا بقلبي عملين ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هقولكم ازاي تقفلوا صفحة الفيسبوك نهائيا ومش هينفع انك تسترجعها مرة تانية الطريقة سهلة جدا وبسيطة بس يريد قبل ما اقولك عالطريقة يريد تنزل دعوتي تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة عشان غيرك يستفاد من الفيديو ده ويلا بينا اول حاجة هنعملها هندخل على الثلاث شرطات اللي موجودين فوق دول هندوس عليهم بالشكل ده وبعدين هننزل تحت عند الاعدادات وهنختار الاعدادات من الاعدادات والخصوصية هنختار الاعدادات وبعدين من هنا هنختار الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات وبعدين هنختار التفاصيل الشخصية وبعدين نختار من هنا ملكية الحساب والتحكم فيه ومن هنا نختار إلغاء التنشيط والحزف وبعدين نحدد حساب الفيسبوك أو الانستجرام لو عايزين نقفلهم الاتنين هنعمل نفس الخطوة مرة كمان يعني مثلا هندخل على الفيس وهنقفله دلوقتي لو عايزين نقفل الانستا هنرجع تاني وندخل على الانستا وهنقفلها بنفس الطريقة هندخل كده ونختار على الفيسبوك وندوس عليه وبعدين نحدد تاني خيار من هنا اللي هو حزف الحساب هنا بيولينا حزف حسابك اجراء نهائي يعني لو انت عملت حزف الحساب مش هتقدر ترجعه مرة تانية انما انت ممكن تعمل إلغاء تنشيط الحساب يعني تقدر تقفل الصفحة فترة مؤقتة وترجع تاني تستعدها في اي وقت انما لو اخترت حزف الحساب كده انت مش هتقدر ترجع الايميل ده مرة تانية فطبعا بنختار حزف الحساب بندوس عليها بالشكل ده وبعدين بندوس هنا على كلمة متابعة بمجرد ما هتدوس على متابعة كده خلاص انت قفلت الحساب بتاعك بشكل نهائي ومش هتقدر تسترده مرة تانية ولو انت عايز برضو تعمل نفس الطريقة لحساب الانستجرام عشان تقفله هنرجع خطوة الوراء وبعدين نختار الانستجرام ندوس عليه وبعدين برضو هنختار حزف الحساب بالشكل ده وبعدين ندوس على كلمة متابعة يارب تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة واشوفوا الشوكو مع الاخرى ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة